عندما يرفعوا هذا الطلب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية يعني تنفذ تصدر مذكرات الاعتقال ممكن مثلاً ما تصدر؟ هو يحيل هذا الطلب للدائرة التمهيدية لشامبر بريليمينار دائرة التمهيدية تنظر في الطلبات هذه وتنظر فيما يعني في الإثباتات المقدمة وما إلى ذلك وتقضي بما يعني تصدر يعني تصادق على الطلبات هذه أو تحورها أو تصادق على البعض منها وترفض البعض لآخر جميع الاحتمالات نظرياً قائمة رغم أن ما جرى به العمل إلى حد الآن هو أن الدائرة التمهيدية تصادق بصفة تقريباً آلية على طلبات المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية من جهة أخرى وإحنا قلنا في الأول بش نحكي ومحكمة العدل الدولية محكمة الجنايات وهذا مهم جداً لأنه في كل هذا فما تضييق خناق على الكيان اليوم الكيان الذي كذلك مش فقط قاعد يخمم على ساحة المعركة ومحكمة العدل ومحكمة الجنايات لكن نحكيه على دول أوروبية تعترفوا بدولة فلسطين إسبانيا، إيرلندا، النورفاج، الحديث اليوم والتساؤلات عن بلجيكيا هل ممكن تلتحق بلجيكيا ولا لا؟ إمانويل مكهونتا وكنا نسمى في أخبار ديوانة فهم يدعو الحكومة الفلسطينية لإعادة ترتيب بيتها للحديث عن اعتراف واضح بالدولة الفلسطينية اعتراف هذا يساء، اعتراف الدول الأوروبية بدولة فلسطين ما معنى تعترف دولة بفلسطين كدولة؟ شو الإضافة بعد يقول القايبش؟ إضافة أولا معنوية كبيرة ثانيا إضافة رمزية معنوية وذي لا يستهنوا به رو الرمزيات رو حاجة كبيرة يخسر معنى ثانيا هذايا كيفما نقوله إجهاد لهواء المخطط الصهيوني بطبيعة الحال يقتضي ضم جميع الأراضي يقتضي تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ومن الضفة الغربية نحو مصر ونحو الأردن ومد السلطان على كل ما يسميه هو إيرتز إسرائيل على الأرض إسرائيل المزعومة هذه بحيث اعتراف الدول معناها يعتبر عائق إضافي أمام تحقيق هذا الهدف معناها المنشود بالنسبة لهم هما بطبيعة الحال ثم داباد السفراء ثم معاملات رسمية تصير ولكن الأكبر مفارقة اللي فريمون حاجة كبيرة يسر في الموضوع هذا هو كونه ثم نجم نسميه جدلية الإخوة الأعداء جدلية الإخوة الأعداء لكونه حماس هي كتائب القسام وحلفائهم واللي معاهم معناها وشركائهم في الحرب هما اللي قدموا في الدم وفي ضريبة الدم وفي الاستشهاد وهما اللي نازلوا وشكون يكتب في الثمار متاع النظال متاعهم السلطة الفلسطينية خطر الاعتراف هذية شكون اللي بش يستفيد به ما هوش بش يستفيد به حباس ولا كتائب عزدين القسام بش تستفيد به السلطة الفلسطينية اللي من غير ما نزيده نحكيه ونعرفوها شنية ونعرفو الدور متاعها اللي قاعدة تعمل فيه ونتذكر كيف بنقوله قبل معناها مش نتذكر معنيش منزلت منتولدتش في القراءات واللي أخبروني بيه اللي عاشوا الشي هذا كالحركية متاع الجزائر معناها قبله كالحركية اللي رابتين مصيرهم بفرنسا واللي كذا معناها بحيثو المقصود اللي هنا اللي حاشتي بش يقوله كونه المفارقة هذي ما لازمش تغيب على ذهن صحيح هالاعترافات هذية هي نتيجة للنضال متاع المناظلين والمقاومين والشهداء والمقاتلين معناها المجاهدين معناها لتحرير أرض فلسطين هالجهاد هذية هالمبارك شكون يقتف في ثماره بالاعترافات هذية يقتف في ثماره السلطة الفلسطينية اللي تدين اللي تعمل فيه حماس واللي معناها كشكشو خارجة يبدأ بكيفاه معناها بحيثو ما ننساوش هالجانب هذا معناها واللي هو كيف ما قلنا يدخل في نطاق جدلية الأخوة الأعداء هذا يجاهد ويقاتل ويستبسل في القتال ويحقق البطولات معناها وذاك معناها يتخاذل ويخون ويعمل ويغرف المكاسب متاع الشيء هذيك لكن كذلك فمشكون هناك بعض من تحدثوا عن قيمة هذا الاعتراف في غزة اليوم التالي يعني يمكن في ما بعد غزة تكون فيما حكومة أخرى يكون فيما اليوم خطر كيف نشوفه أستاذ المقاومة في غزة التي تجمعت في فلسطين نحبش نقول في غزة المقاومة الفلسطينية اليوم اللي جمعت لنفس الهدف كيف نحكيه لأول مرة على كل أطياف وأفراد المقاومات في فلسطين لكلهم في جبهة واحدة نصرة لنفس القضية ومحتى قاعد استعلامات واحدة احنا كان معنا ناطق رسمي باسم حماس وكل مرة نقعد نشكره لأنه أعطانا قاعد عمليات واحدة واستعلامات كذلك فيما يخص الإسرائيليين وغيره لأنه تعرف نهار 7 أكتوبر كان هناك سطو كبير على معلومات استعلاماتية ومخابرتية كبيرة من المقاومة الباسلة ممكن هذا ينجم يغير من بعد ما بعد 7 أكتوبر وممكن وقتها المقاومة ممكن تقطف ثمار هذه التعاملات الجيدة وهذا الاعتراف الجديد هو بطبيعة الحالة الذي سيرسم اليوم ما بعد اليوم التالي ما بعد معناها نهاية الحرب هذية هو بطبيعة الحال هو الجهاد الميداني اللي تقوم به المقاومة وهو كيف ما نقوله المكون الرئيسي اللي بش يرسم المشهد هو محور المقاومة ولن يكون معناها محور التخاذل كيف ما نقوله لن يرسم شيء وهو مستكين وخانع فليواصل في استكانته وخنوعه ولكن اللي بش يرسم المشهد هو محور المقاومة بكل مكوناته وهذاك هو اللي يقرأ له حساب ومعناها يعتد بعمله وبما يفعله وكذلك ذا يقاوس صغير معناها بطبيعة الحال المشهد بشيخه منعرج حاسم في موضوع رفح وهذا عنده ارتباط بالموقف المصري هل أن الموقف المصري سيقعد جايتك جايتك سيقعد سيقعد